أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يضع لنا ضابطا وأدبا وسلوكا على كل إنسان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى وعن اتباع منهجه سبحانه وتعالى على كل إنسان أن يتبع هذا المنهج وهذا السلوك وهو أن يحافظ الإنسان على النظافة وعلى أخذ الزينة عند كل مسجد يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أخذوا الزينة عند كل مسجد المعنى لأول وهلة وحينما نقرأ عند تفسير هذه الآيات نجد أن المعنى العام هو ستر الإنسان عورته من أجل أن يصلي كما جاء ذلك عن بعض الصحابة غير أن هذا المعنى ليس هو المعنى وفقط وإنما هو معنى أولي كما يقولون والمعنى العام أو المعنى الحقيقي هو أن على كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل مسجد أي عند كل صلاة على الإنسان أن يراعي ظاهره وباطنه ليست المسألة قصرة على أن أستر عورتي فقط وأنا من داخلي معبأ بالذنوب والآثام وإنما على كل إنسان كما أن عليه أن يحافظ على ستر عورته عند الصلاة رجلا كان أو امرأة كذلك عليه أن يحافظ على طهارة ما بداخله طهارة ما في قلبه فيبتعد عن الغيبة يبتعد عن النميمة يبتعد عن الكذب يبتعد عن الرياء يبتعد عن ظلم الناس يبتعد عن السرقة يبتعد عن القذف وهكذا هذا هو معنى أخذ الزينة فليس الأمر في الظاهر وفقط وإنما الأمر ظاهر وباطن فأخذ الزينة عند كل مسجد أن يكون الإنسان مطعمه من حلال ومشربه من حلال وملبسه من حلال تلك الملابس التي يصل فيها والتي يستر عورته بها والتي لا تصح صلاته إلا بها يجب أن تكون من أموال حلال هذه طهارة ظاهرية وباطنية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك كيف تذهب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى في الصلاة كيف تطلب من الله عز وجل أن يعفو عنك كيف تطلب من الله عز وجل أن يسامحك كيف ترجو قبول هذه العبادة وأنت لم تقدم لها إن أخذ الزينة عند كل مسجد ليس قاصرا أيها المشاهد الكريم ليس قاصرا على الأمر الظاهر فقط وإنما هو ظاهر وباطن إذا أردت أن تقبل صلاتك فلابد أن تقدم لها إذا أردت أن تقبل عبادتك أي أن كانت العبادة لابد أن تقدم لها ولذلك يقولون تصحيح البدايات تصحيح للنهايات ليس الأمر مجرد ملابس يرتديها الإنسان وإنما الأمر أمر القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيا أيها المشاهد الكريم كما تحرص على نظافة بدنك ونظافة ملابسك وكما تحافظ على ستر عورتك عند الصلاة كذلك عليك أن تحافظ على طهارة ما بداخلك عليك أن تحافظ على طهارة القلب من الغل والحسد والكذب والنفاق والرياء وأكل مال اليتيم وأكل الحرام إلى آخر هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يكون ممن يحافظون على أخذ الزينة عند كل مسجد الزينة الظاهرة والزينة الباطنة كما نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وزكاتنا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته